وفي تصريحات خاصة لمراسل مركز الاتحاد للأخبار الزميل حسام عبد النبي أكد سعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المنتدى يعد منصة مثالية للتواصل وتبادل المعارف والخبرات بين أعضاء القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين وجهات التمويل والموردين والمبتكرين ورواد الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي في خلال النسختين الأولى والثانية طلعنا مع الشركاء أعلننا عن 120 مليار درهم كفرص مشتريات ونحن نسميها أوف تيكس متوفرة للمستثمرين داخل الدولة لألف وأربعمية منتج يمكن تصنيعه محليا الآن دورة الثالثة أيضا تبني على المكتسبات هذه وعلى النجاح ورح يتم أيضا الإعلان عن قيمة إضافية على 120 مليار التي تم الإعلان عنها في الدورتين السابقتين بحيث أنها أيضا تكون فرص إضافية للمشتريات للمنتجات التي يتم تصنيعها محليا سواء كانوا من مستثمرين داخل الدولة أو مستثمرين من خارج الدولة نحن طبعا هدفنا كان واضح من أطلاق الاستراتيجية الاستراتيجية الصناعية أو الاستراتيجية الوطنية والصناعية التنجية متقدمة تهدف إلى الوصول إلى 300 مليار بحلول عام 2031 نحن اليوم بنهاية 2023 الأرقام مبشرة جدا وصلنا لتقريبا 197 مليار درهم يعني ما يمثل تقريبا 30% من المسار ونحن يعني هاي كلها مؤشرات إيجابية نحن على المسار الصحيح وفي نفس الوقت الأثار الاجتماعية كانت واضحة جدا من فترة يمكن أيضا أعلننا عن عدد الوظائف المتوفرة اليوم في فقط شركاء برنامج الـ ICV أو شركات المنضوية تحت برنامج الـ ICV وتم توفير يعني تقريبا أكثر من أو حوالي 16 ألف وظيفة من خلال هالشركاء ترجمة نانسي قنقر